السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا العزاء طلبات وطالبات الصف الثالث قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة بعد ما قفلنا منهج التركيبات الكهربية وختمناه مع بعض في حلقات السابقة النهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة عامة على مادة التركيبات الكهربية من خلال دراستنا للمادة إحنا عرفنا إن المادة بتتكون من ثلاث أبواب الباب الأول كان بيتكلم عن التأريض الوقائي الباب الثاني كان بيتكلم عن خطوط النقل الهوائية والباب الثالث كان بيتكلم عن الكابلات أو خطوط النقل الأرضية الباب الأول كان التأريض الوقائي وكان بيتكلم عن عمليات التأريض وإزاي أختار التربة وأحدد التربة اللي هعمل فيها التأريض وأنواع التأريض وكمان وسائل التأريض والسبب إن أنا بعمل التأريض كل ده تعلمناه في الباب الأول الباب الأول كان أول حاجة فيه إن إحنا بنتعرف على عملية التأريض أو إيه هو التأريض كان التأريد بالنسبة لنا إن إحنا بنوصل سلك معدني أو كابل معدني أو كابل من النحاس كان بيتوصل بالأجسام المعدنية والأغلفة المعدنية للمعدات والمكينات والآلات وبيتوصل إلى باطن الأرض بيتصل في باطن الأرض بمجموعة من الأسياخ أو القطبان اللي هي بعد كده كنا سميناها إلكترودات التأريد كان الهدف من عملية التأريد أو إن أنا بوصل الجسم المعدني للمعدة والمكينة بباطن الأرض كان الهدف منها أن أنا بحاول ألاقي وسيلة لحماية الأفراد المحيطين بالمعدات والمكينات وكمان بلاقي وسيلة تحمل طيار الخطأ تعالوا مع بعض كده نشوف أول سؤال في مراجعتنا وهو عن التأريد أول سؤال بيتكلم عن تعريف التأريد تعريف التأريد هنا وبقول لي سين عرف التأريد وما هي أنواع التأريد الوقائي أول حاجة التأريد احنا قلنا بنوصل الجسم المعدني للمعدات آه تعالوا نشوف كده بقى هو عملية توصيل الأجسام المعدنية للأجهزة والمعدات الكهربية بموصل إلى داخل الأرض ده أبسط تعريف أنت ممكن تقوله عن عملية التأريد أو ايه هو التأريد طب ايه هي أنواع التأريد الوقائي كان عندي ثلاث أنواع تأريد الأجهزة رقم واحد التأريد الوقائي كان بيتفق معايا على تأريد الأجهزة وكمان التأريد للحماية من الصواق والحماية من الشحنات الكهروستاتيكية يبقى أنا عندي التأريد هو عملية توصيل الأجسام المعدنية للأجهزة والمعدات الكهربية بموصل إلى داخل الأرض طب التأريد الوقائي التأريد الوقائي ده بيشمل جميع أنواع التأريد بقى اللي هو تأريد الأجهزة وتأريد الحماية من السواعق وكمان تأريد الحماية من الشحنات الكهروستاتيكية وده كله هنقوله دلوقتي وهنشوف أسئلة عليه بعد كده بيقول لي سين ما هو الهدف الرئيسي أو الهدف الرئيسي من عملية التأريد للأجهزة الهدف الرئيسي احنا قلناه في المقدمة اللي احنا قلناها عدم حدوث اخطار على الافراد المجاورين للاجهزة والمعدات الكهربية يعني بحمي الناس الموظفين او العمال المحيطين بالالات والمعدات والماكينات الحالة التانية او السبب التاني او الهدف الرئيسي التاني من عملية التأريض هي ايجاد وسيلة لها قدرة على حمل طيار الخطأ الى الارض تمام لان ممكن الطيار دوت يسبب لي حدوث حرائق او انفجارات بعد كده الاجسام المختلفة الواجب تأريضها طبعا للمواصفات المعمول بها في معظم الدول ايه هي الاجسام دي او ايه هي الحاجات اللي انا لابد ان انا اعمل لها عملية تأريض بحيث انها تحمي المحيطين بيها رقم واحد الاغلفة المعدنية المحيطة بالمواصلات والكابلات رقم اتنين اجهزة الاشارات الكهربية رقم تلاتة الهياكل والاغلفة المعدنية للالات الكهربية ده كله خلاصة اللي احنا قلناه في التعريف يعني السطر اللي احنا قلناه وكتبناه في تعريف التعريض كله بيقدر الحاجات دي او الخطوات او الاعناصر او الاجسام اللي احنا هنعملها التعريض دي التعريف كان شامل عليها رقم اربعة لوحات التوزيع وحوامل المفاتيح رقم خمسة الحبال والمصاعد وهياكل ومصارات الاوناش الاجهزة الموجودة في الجراجات المقابس والكوردونات وكمان عندي المولدات والمحركات المتصلة بشبكات نبيب المياه وعندي كمان اغلفة هياكل المحركات واجهزة التحكم والمصاعد والاوناش طيب بعد كده في سؤال بيقول لي عرف التربة وما هي العوامل التي تتوقف عليها مقاومة التربة هنا احنا محتاجين نفتكر كنا قلناه على التربة التربة هي المكان اللي انا بحفر فيه علشان اعمل عملية التعريض طب عملية التعريض هتتم ازاي؟ كنا بنوصل زي ما قلنا في التعريف بنجيب كابل من النحاس او موصل من النحاس بيتوصل برسم المعدة او المكينة وينزل في بطن الارض بيتصل تحت بقطبان من الحديد تمام كده؟ المكان اللي حطينا فيه الكتروض او قضيب الحديد اللي نزل فيه الموصل للنحاس هو ده اللي بنسميه تربة التعريض تمام؟ يبقى تربة التعريض هي المكان المحيط او الذي يتم فيه تسريب شحن الطيار الخطأ ويسمى تربة التعريض طب ايه هي العوامل اللي بتتوقف عليها؟ العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة التعريض كان عندنا ضارة الحرارة وضارة الرطوبة للتعريض ضارة ملوحة التعريض والعمق اللي بحفره في التعريض لانه ممكن التعريض تكون صخرية ممكن تكون تربة رطبة تربة ملحة كل ده بيتوقف عليه عملية التعريض نشوفوا الاجابة بتاعت السؤال وهنقولها ازاي؟ عندي هنا بيقول لي اعرف التربة احنا قلنا عند دفن الالكترود التعريض في باطن الارض فان المنطقة من الارض المحيطة لهذا الالكترود تعرف بمنطقة المقاومة اللي هي اسمها ايه؟ تربة التعريض او التربة تمام كده؟ طب العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة التربة رقم واحد قلنا ايه؟ قلنا ضارة حرارة التربة الاملاح وضارة تركيزها في التربة العمق من السطح الأرض العمق اللي انت حفرته حفرت متر ولا اتنين متر ولا متر ونص ولا نص متر ولا انت مش عارف تحفر علشان هي تربة صخرية عندي بعد كده محتوى التربة من الرطوبة اللي يدارة رطوبة التربة طيب نشوف بعد كده مما تتكون منظومة الحماية من السواعق منظومة الحماية من السواعق بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية الثلاث أجزاء دول جزء الاستقبال او جزء استقبال السعقة من الهواء تمام كده وده بيبقى على اعلى نقطة على المبنى عندي اللي هي بنسميهم المنظومة اللي بنسميها منعات السواعق بيبقى فيه اول جزء بيبقى الجزء اللي متركب اعلى المبنى وده بيبقى جزء استقبال السعقة تمام وعندي الجزء التاني جزء التوصيل من منعات السواعق اللي هو الموصل الهابط اللي هيوصل لي من منعات السواعق من على أعلى المنشأة أو العمارة أو المستشفى أو المصنع المنشأة عامة يوصل لي إلى طربة التأريد اللي موجودة في باطن الأرض اللي هي فيها الإلكترونات اللي هي بنسميها دائرة الحماية الأرضية طب تعال نشوف كل جزء من دول وظيفته إيه؟ تمام كده؟ نشوف مع بعض أول جزء بيقول لي جزء استقبال السعقة من الهواء ده وهو ما يسمى بمانعة السواعق تمام كده؟ طب جزء التوصيل من مانعة السواعق هو عبارة عن أجسام معدنية موصلة للطيار تتصل كهربياً بدائرة الحماية الهوائية ثم تهبط عشان كده قلت لك إيه؟ اللي بنسميه الموصل الهابط تهبط حتى الأرض لتسليم السعقة إلى الأرض اللي هي دائرة الأرض بقى اللي موجود فيها دائرة الحماية الأرضية طب دائرة الحماية الأرضية هي عبارة عن موصلات مدفونة في باطن الأرض اللي هي قلنا عليها أطبان التأريد أو اللي سميناها بعد كده إلكترودات التأريد تمام؟ طيب أهم الصناعات التي يجي فيها مراعاة الحماية الكهروستاتيكية أذكر بيجي السؤال دوت يقولك ما هي أهم الصناعات أو أذكر أهم الصناعات الواجب حمايتها من عملية التأريد أو الحماية الكهروستاتيكية قلنا هنا أن أنا عندي مجموعة من الصناعات لابد أن أنا أعمل حماية كهروستاتيكية فيها زي إيه؟ رقم واحد الصناعات التي تحتوي على سيور تمام؟ رقم اثنين المناجم رقم ثلاثة الغزل والنسيج رقم أربعة المستشفيات رقم خمسة صناعة المطاط ستة صناعة الطلاء عندي سبعة صناعة وتعبئة الغازات والسوائل القابلة للإشتعال ثمانية صناعة الورق والطباعة وعندي بعد كده صناعة تجهيز الحبوب اللي هي صوامع الغلال وعندي الصناعات الإلكترونية كل الصناعات دي بيبقى فيها شحنات كهروستاتيكية فما فيش استعداد عندي أن أنا أبقى معرضها لأي صائقة أو لأي احتكاك أو لأي سبب أنه يعمل لي مشكلة يؤدي إلى انفجار أو اشتعال داخل المنشأة تمام كده؟ طيب طبعا إحنا قلنا قبل كده في مراجعتنا أنه لابد كده وانت بتراجع لازم تكتب ولازم يبقى معاك ألمك وكراستك كده وعمال تكتب كل معلومة انت بتلاقيها أو بتقولها وانت بتذاكر بحيث انه إيدك وانت بتكتب كده في الامتحان هتفتكر انت كتبتها في صفحة يمين ولا شمال هتفتكر انت كتبتها ازاي قلت ايه ولو انت فهمت هتقول بطريقتك برضو هتبقى صح تمام؟ عندي بعد كده سؤال بيقول لي اذكر أنواع الأجهزة المستخدمة في قياس مقاومة الترب عندي والله تلت أجهزة أو جهازين مهمين وطريقة تانية بنحسب بيها اللي هي ايه؟ لقياس مقاومة التربة نحتاج الأجهزة التالية عندي جهاز اختبار الـ IR ده مزود بأربع أطراف وبداخله مولد ده اللي كنا بنقول عليه اسمه جهاز الميجر عندي طريقة تانية أو جهاز تاني أربعة قطبان صلب تمثل الإكتردات الاختبار يعني دول بالمساعدة مع دول المعاونين للجهاز تمام كده؟ طيب عندي بعد كده أربع كابلات معزولة تمام؟ طيب تعال نشوف إزاي هنقيس اشرح بالرسم وده سؤال مهم قوي اشرح بالرسم كيف يمكن قياس مقاومة التربة اشرح بالرسم كيف يمكن قياس مقاومة التربة تعال نشوف كده الأول مع بعض عندي هنا رسمة أو رهالك الأول وبعدين نشرح عليها ده جهاز الميجر تمام؟ جهاز الميجر هنا في أربع نقاط نقطتين اسمهم C1 وC2 ونقطتين اسمهم B1 وB2 تمام كده؟ يبقى ده الجهاز وده الأربع كابلات اللي قلنا عليهم في الشريحة اللي قبل كده وقادي أربع إلكتردات أو أربع قطبان تمام كده؟ طيب يتوصل إزاي؟ أو الطريقة تتعمل إزاي؟ الأربع قطبان بيتم دفعهم في الأرض على مسافات متساوية تمام؟ على مسافات متساوية يعني المسافة من الإلكترود الأول للتاني هي نفسها من التاني للتالت من التالت للرابع بعد كده بيتم توصيل الإلكترودات اللي على الأطراف اللي هي هنا دي الأولاني من الشمال والأولاني من على اليمين يتوصلوا بالطرفين اللي هم C1 وC2 وبعدين الطرفين الأوسطين يتوصلوا بB1 وB2 طب كل طرفين مسؤولين عن إيه؟ الطرفين اللي هيتوصلوا بC1 وC2 دول المسؤولين عن الطيار والطرفين أو القضيبين اللي هيتوصلوا بB1 وB2 دول المسؤولين عن الجهد تمام؟ يبقى رقم واحد يتم دفع الإلكترودات أها فوق يتم دفع الإلكترودات الأربعة في الأرض على خط مستقيم بحيث تكون المسافة بين الإلكترودات متساوية طب النقطة التانية أو الخطوة التانية بيقول لي بيفهمني أن الإلكترودين اللي على الأطراف اللي هم هيتوصلوا بC1 وC2 دول المسؤولين على الطيار يبقى الإلكترودين اللي على الأطراف هم إلكتروداء الطيار ويوصلان بطرفي الطيار من C1 وC2 والإلكترودين المتوسطان هم الإلكترودات المسؤولة أو الذين يوصلون على طرفي الجهد اللي هو B1 وB2 طيب إلكترودات التأريد نقول مع بعض كده نفتكر كنا بنقول إلكترودات التأريد قلنا إن إلكترودات التأريد دي كانت بتنقسم لنوعين إلكترودات مدفونة في باطن الأرض وإلكترودات موجودة في المبنى وقلنا إن الإلكترودات دي كانت عبارة عن قطبان أو شرائح معدنية أو شرائح من الأسلاك أو اللي هي مثلا نقول قطبان حديد، زوية حديد، أسياخ حديد، موصلات نحاسية، شرائح معدنية كل ده كان بيصلح أنه هو يبقى كالكتروض تأريد أو يتدفن في الأرض ويتوسط بقدير التأريد ويبقى الكتروض تأريد طيب إحنا قلنا دلوقتي أنواع الكتروضات التأريد كان عندي نوعين الكتروضات موجودة في المبنى ولكتروضات في باطن الأرض أو مدفونة في باطن الأرض طب عايزين نفنط الاتنين أو نفسر الاتنين؟ تعالوا كده مع بعض نشوف إحنا هنفسرهم إزاي ونقول النوعين ونشرح كل نوع منهم أول حاجة عندي إلكتروضات التأريد دي يمكن تقسيم إلكتروضات التأريد بصفة عامة إلى مجموعتين أساسيتين إيه هما قلنا؟ قلنا إلكتروضات مخصصة للتأريد وإلكتروضات موجودة في المبنى تمام؟ الإلكتروضات المخصصة للتأريد دي قلنا عنها إلكتروضات مدفونة في باطن الأرض وإلكتروضات قطبان محاطة بالخصانة وإلكتروضات الأسلاك أو الشرائح والكبلات المدفونة في باطن الأرض وعندي كمان إليه حصائر التأريد اللي بنسميها الشبكات المدفونة في باطن الأرض أمال إيه الإلكتروضات الموجودة في المبنى؟ دي هنشوفها في السؤال اللي بعد كده بيقول لي سين هنا وضح مستعينا بالرسم الإلكتروضات الموجودة بالمبنى وضح مستعينا بالرسم الإلكتروضات الموجودة بالمبنى وطالما قال لي وضح بالرسم يبقى هتشرح وترسم خد بالك من النقطة دي السؤال اللي يقصلك أذكر يبقى هتقوله واحد اتنين تلاتة السؤال اللي هيقولك وضح بالرسم أو اشرح بالرسم يبقى هترسم وتشرح تمام كده تعالى نشوف كده مع بعض أول حاجة ده شكل إلكترودات موجودة في المبنى أو نظام لإلكترودات موجودة في المبنى ده عمود خرصاني وعندي أسياخ أو الأسياخ الحديدية اللي بتبقى موجودة فيه سملات وأواعد وأعمدة المباني بنضطر أن احنا أو المواسير المياه ومواسير الغاز تمام كده الجمالونات الهياكل المعدنية للمباني كل دي بتصلح معايا أن هي تكون وسيلة أو قضيب تأريد أو وسيلة للتأريد تمام؟ طيب بشرط إيه؟ بشرط أن هي تديني مقاومة أقل من 3 أوم تعالى نشوف مع بعض كده هنقول إيه؟ هذا النوع يمكن استخدام أنابيب المياه والغاز المتصلة بشبكات التغذية العامة كالكترودات تأريد وكذلك استعمال الهياكل المعدنية في المبنى إذا أعطت مقاومة أقل من 3 أوم النقطة دي ممكن تيجي صحة وغلط ممكن تيجي أكمل اللي هي نقطة إيه؟ أقل من 3 أوم ممكن يجيب لك الرقم ده متغير التلاتة أوم أو يقول لك هي صحة ولا غلط أو يقول لك أكمل يعني النقطة دي ممكن تتغير معك تمام؟ تعالى نشوف بعد كده طبعا نوضح بالرسم الإلكترودات المتفونة في الأرض الإلكترودات المتفونة في الأرض دي عبارة عن إيه؟ الإلكترودات المتفونة في الأرض عبارة عن قطبان من الحديد أو الحديد الصلب أو النحاس بيتم دفنها في الأرض أو دفعها في الأرض عن طريق الدأ في باطن الأرض بيتحفر لها حفرة عمقها لا يقل عن 3 متر بيتوصل الأضيب بموصل النحاس اللي احنا كنا بنسميه الموصل اللي هو كان بيوصل ما بين الطربة والهيكل المعدني للمبنى أو المعدة أو المكينة تمام؟ فبنعمل إيه؟ بيتم دفع الأضيب في باطن الأرض وبيتحفر له حفرة على عمق لا يقل عن 3 متر تمام كده؟ طيب في مشكلة بتقابلك لو الحفرة عمقها ما قدرتش أحفر أكتر من كده يعني أنا حفرت متر حفرت متر ونص والأضيب طويل فبالتالي أنا عندي وسائل بديلة إن أنا ممكن الأضيب ده يتحط بشكل بزاوية ميلة زاوية ميل 45 أو ممكن يتحط بشكل أفقي يتحفر له متر ويتحط بشكل أفقي في الطربة تمام؟ تعال نشوف هنكتب إيه ونشوف الرسمة الشكل اللي هنشوفه هنا بيقول لي هو عبارة عن قضيب يصنع من الصلب أو الحديد ويدفع رأسيا في باطن الأرض لعمق لا يقل عن 3 متر تمام؟ عن طريق الدق بواسطة مطرقة وفي حالة وجود طبقة صخرية على عمق صغير يعني ما قدرتش أحفر عمق كبير يعني على عمق صغير من سطح الأرض فيمكن عمل مجرى في الأرض على عمق حوالي 1 متر ودفن القضيب أفقيا أو يدق بزاوية ميل 45 درج وده الشكل اللي احنا قلنا عليه هنا ده أضيب إلكترو التقريد مدفون في باطن الأرض ده نفس الكلام مدفون في باطن الأرض بس هو بارز فوق سطح الأرض ومعمول له تعاليبة كده أو صندوق للاستدلال على مكانه وكمان هنا لو التربة الصخرية ما قدرتش أحفر من متر ونص أو مترين فاضطريت إن أنا أدق القضيب بزاوية ميل 45 درجة وهنا لو ما قدرتش أحفر أكتر من متر فحطيته بشكل أفقي تمام كده طيب طبعا عندنا إلكترودات القطبان المحاطة بالخرصانة وكمان عندنا إلكترودات اللي هي الشرائح وحصائر التقريد عندي هنا القطبان المحاطة بالخرصانة بنيجي في القطبان المحاطة بالخرصانة بنعمل إيه؟ بنيجي على الأواعد أو السملات في تجهيز المبنى أو في تأسيس المبنى أو المنشأة اللي إحنا بنعمله وبنيجي على أي سيج حديد بنربط فيه بنوصل معاه موصل التقريد وبنسحب السلك ده بقى الخرصانة وبيجي عمال الخرصانة بتوع المعمار يرموا الخرصانات بتاعتهم والسملات والأواعد وبتبقى خلاص أنا عندي كابل بيبقى بس بشرط إيه؟ إن الكابل ده يكون من ناحية المدخل اللي أنا أحط فيه لحظة التوزيع بحيث إنه يكون قريب منه تمام كده؟ فبيكون عندي كل الأسياخ الحديدية اللي موجودة في الخرصانات أو أواعد وأعمدة المبنى دي كلها بتبقى عبارة عن إلكترود تقريد تمام كده؟ لأن هي بتشكل شبكة في باطن الأرض تمام؟ طيب يبقى ده الإلكترودات المحاطة أو القطبان المحاطة بالخرصانة وهنا نقول تستخدم هذه الطريقة في الأراضي الصحراوية ذات المقاومة العالية ويوصل موصل التقريد بالقطبان الخرصانية اللي هي الأسياخ الحديد قبل صب الخرصانة وتعطي هذه الطريقة مقاومة أومية أرضية صغيرة تصل إلى أقل من واحد أوم وتستخدم هذه الطريقة بنطاق واسع للحصول على تقريد جيد لأبراج نقل الجهد العالي طيب بعد كده عندي الشرائح والأسلاك والكابلات المدفونة ودي مجموعة من الشرائح بيتم تشكلها بأشكال زي ما احنا شايفين كده ممكن تبقى أشكال دائرية أو يعني شكل دائري حطناها بنجمة سوداسية بنجمة ربعية حرف إل المهم الشرائح بيتم تثبيتها بأشكال مختلفة وربطها مع بعض وتوصلها بموصل التقريد في باطن الأرض تمام الطريقة دي بتبقى بتسمى بالإلكترودات السطحية ودي برضو يعني بتستخدم بكسرة في المناطق الصخرية أو الطربة الصخرية اللي أنا مقدرتش أحفر فيها عمك كبير فبالتالي الطريقة دي تصلح للطربة الصخرية وضح بالرسم الشبكات المدفونة في الأرض اللي هي بنسميها حصائر التقريد حصائر التقريد دي لو بصنا على الشكل اللي موجود قدامنا ده هنلاقي إن هي مجموعة من القطبان بيبقى مش قضيب واحد هنا بقى دي بتصلح ليه التقريد لأماكن واسعة أماكن ممكن تربط التقريد تمتد إلى خارج الصور صور المنشأة خارج الصور لبرا الصور دي بيتم دفن إلكترودات تقريد على مسافات متساوية أو قطبان تقريد على مسافات متساوية والتوصيل بينها بأسلاك وموصلات من النحاس تمام؟ يعني أنا هيبقى فيه أضيب 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 تاني أضيب تاني وأفضل أوصل ما بينهم طبعاً هيبتبقى شبكة كبيرة أوصل ما بينهم بأسلاك أو موصلات من النحاس وهاجي على واحد منهم أجرابة فيه الموصل اللي هيجيب لي اللي هو هيحمل طيار الخطأ أو طيار التسرب دو ونوصل بيه الموصل ونطلع نشده البرا علشان نوصله بالجسم المعدني أو بالمعدة أو المنشأة اللي احنا عايزين نعمل لها عملية التقريد يبقى هنا هي عبارة عن شبكات مربعة أو مستطيلة من قطبان معدنية تمتد تحت المبنى وتوصل بقضيب التقريد الرئيسي والهيكل المعدني للمبنى وتكون المسافة بين القطبان من 3 إلى 4 متر وده بيأكد لك أن انت ممكن تخرج برا أنها تمتد برا صور المنشأة طيب بعد كده هنتكلم في إيه؟ بعد كده بيقول لي اشرح كيف يمكن تحسين مقاومة التقريد بتحسين مقاومة الترب دلوقتي احنا لو جينا نعمل التقريد احنا اتفقنا أن التقريد هو السلك اللي هتوصله أو عملية التقريد موصل هيتوصل برسم معدني أو بالمبنى هيتوصل في بطن الأرض طيب احنا جينا اختارنا مكان التربة لقينا إيه بقى؟ لقينا أنه التربة غير صالحة غير صالحة لعملية التقريد تمام؟ عندي خطوات لابد أن أعملها أول حاجة تعالي نشوف مع بعض كده هنقول إيه؟ رقم واحد بيقول لي أنه عمل حفرة في الأرض تبعد عن إلكترود التقريد بمسافة 10 سنتي تقريبا اتنين يتم تبطين جدران الحفرة بالقرميد القرميد ده مادة أو يتم تبطين جدران الحفرة بيها مادة شبيهة بالفحم ده خاص بعملية التقريد رقم ثلاثة تملأ الحفرة بمادة لخفض مقاومة الإلكترود الأرضي طب المواد دي مواد اسمها مواد معالجة التربة زي إيه؟ كابريتات الماغنيسيوم وعندي كابريتات النحاس وكلوريد السوديوم اللي هو ملح الطعام طيب فيه نقط كده علل بتتكرر في الامتحان ودي نقط احنا جايبينها من الامتحانات السابقة وده احنا عايزين منكم انتوا تبصوا على الامتحانات السابقة اسئلة بتتكرر فيه نقاط مهمة ما بين السطور بتحتاج ان انت لما بتشوفها تروح تدور عليها في الكتاب فتقدر تطلع معلومة تانية السؤال الاول بيقول ايه؟ يجب عمل كشف دوري على الإلكترودات واستبدالها إذا لازمها الأمر طيب النقطة دي مش تفكرت بحاجة ان احنا قلنا ان فيه طور بغير صلحة للتقريد وفيه التربة دي احنا بنعمل لها عملية معالجة وكمان القطبان اللي بتتحطه قطبان معدنية فممكن يحصل تآكل في القطبان صح كده؟ نشوف الاجابة لان بعض انواع التربة تسبب تآكل سريع للإلكترودات وده اللي بيخليني اعمل عملية المعالجة للتربة تمام؟ طيب رقم اتنين السؤال التاني يجب علل يجب اجراء التفتيش الدوري على المادة المعالجة كل فترة يجب علل يجب اجراء التفتيش الدوري على المادة المعالجة كل فترة ليه؟ للتأكد من وجودها وعدم تصربها كليتا تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده علل عند وضع الملح المعالج في الخندق اللي هي حفرة التقريد لأول مرة يجب غمر هذه المنطقة بالماء ليه؟ لانه لو حطينا مادة معالجة التربة في باطن الارض او في الحفرة وما عملناش ان احنا سكبنا عليها الماء كده علشان يتخلل في التربة المادة المعالجة دي مش هتتخلل جوه التربة تمام؟ فاحنا عايزينها تنتشر جوه داخل التربة يبقى الإجابة حتى يتمكن المحلول من الانتشار خلال التربة تمام؟ طيب عندي بعد كده منظومة الحماية من الصواعق ايه الهدف منها؟ ايه الشروط الواجب توفرها في مناعة الصواعق؟ الهدف من منظومة الحماية من الصواعق امتصاص السعقة الهابطة رقم اتنين او به عدم حدوث شرر جانبي جيم عدم حدوث أضرار للأفراد داخل المباني المعنية بالحماية وهو ده الهدف من منعة الصواعق اللي بتتحطى أعلى المباني والمنشآت طيب ايه هي الشروط الواجب توفرها في منعات الصواعق؟ الشروط الواجب توفرها في منعات الصواعق انها تكون عزلة عند الضغط العادي للخط رقم اتنين ان تكون موصرة عند الضغوط العالية جدا والتي تحدث من الصواعق تمام؟ طيب سؤال مهم قوي وكل امتحان ما بيخلاش منه يعني اي امتحان هتلاقي ان النقطة دي بتتكرر في الامتحانات يعني انواع منعات الصواعق وطبعا السؤال ده بيجي اشرح بالرسم مش هيقولك ممكن ما يقولكش الطريقتين او النوعين او ممكن يقولك اشرح بالرسم انواع منعات الصواعق ممكن يقولك اذكر انواع منعات الصواعق مع شرها احداها بالرسم تمام؟ تعال نشوف مع بعض كده انواع منعات الصواعق أنا عندي أنواع منعات الصواعق عندي منعات صواعق ذات انفصال كاروي ومنعات صواعق ذات انفصال قرني أو منعات صواعق قرنية تعال نشوف الرسمتين اللي هترسمهم ونشوف التعريف اللي انت هتكتبه أو الشرح على المانعتين اللي انت هتكتبهم تعال نشوف مع بعض رقم واحد منعات الصواعق القرنية رقم اثنين منعات الصواعق ذات الانفصال الكاروي طب عايزين نشرح كل واحدة منهم رقم واحد ليه منعات السواق القرنية دي بتتكون أو بتتركب من مواصلين على شكل قرن خد ذلك على رسم هنا هوت نشرح على رسم الأول تتركب من مواصلين على شكل قرن لكل خط تمام بحيث يكون أحد القرنين اللي هو القرن ألف متصل بالخط الهوائي والقرن به أو الطرف به متصل بمقاومة المقاومة دي فايدتها أنها تفرغ إلى الأرض بمقاومة تفريغ إلى الأرض وعند حدوث الساعقة يحدث قوس كبير يتم تفريغه إلى الأرض خلال المقاومة R فايدتها إيه بقى المقاومة R التي تعمل على الحد من قيمة الطيار تمام كده طيب رقم اتنين منعات السواق ذات الانفصال الكروي تعال نشوف الرسمة برضو تلاحظ يا مستر هنا أنه الرسمة واحدة بس الانفصال طرفين الانفصال أو المواصلين بتوع المانعة هنا هما لشكلهم مختلف هنا كانت قرنية هنا زات انفصال قروي تمام الطرف ألف ده طرف متصل بالشبكة زي ما قلنا في القرنية والطرف به ده متصل بالأرض أمال عندي جيم اللي في النص ده إيه المسافة الفضية اللي في النص دي دي اسمها صغرة هوائية والصغرة الهوائية دي يعني بنتحكم فيها برضو أو بيبقى لها فائدة معاية في عملية التفريغ طيب هنا تتركب من مواصلين على شكل كرة لكل خط برضو وبينهم صغرة هوائية بحيث يتم توصيل الكرواتين الطرف ألف بالشبكة والطرف به بالأرض عن طريق المقاومة آر وبرضو قلنا المقاومة آر فايدتها الحد من قيمة الطيار تمام كده؟ طيب طرق الحماية الكهروستاتيكية عندي رقم واحد الربط والتأريد وده إحنا طول الباب بنتكلم عن عملية التأريد اتنين التحكم فيه الرطوبة اللي هي عملية المعالجة للطربة أو عملية الرطوبة للمكان كله المحيط بالمعدات والمنشآت عندي رقم ثلاثة التقاين نحنا نتحكم في عملية التقاين ما يحصلش تقاين للهواء المحيط بالأغلفة المعدنية أو المواصلات الحاملة للطيار الأرضيات المواصلة بقدر الإمكان نخلي أو نحافظ على أن الأرضية تكون معزولة ما يكونش عليها ما يكونش راطبة ما يكونش مثلا الطربة دي بترشح مية على الأرض على وجه الأرض فدي كلها طرق الحماية الكهروستاتيكية بكده إحنا خلصنا مراجعة الباب الأول ندخل على الباب التاني الباب التاني كان بيتكلم عن إيه حبيبنا؟ كان بيتكلم عن خطوط النقل الهوائية خطوط النقل الهوائية يا مستر يبقى نرجع نتكلم تاني عن الأبراج والمواصلات اللي كانت على الأبراج والعوازل ومناعات التسلق ومناعات الانزلاق والاهتزاز آه هو ده الباب اللي إحنا كنا بنتكلم عنه تعال نشوف كده مع بعض هو خط النقل الهوائي ده كان بيستخدم في إيه؟ ها برافو عليكم كان بيستخدم في نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد أو من أماكن تولدها إلى شبكات التوزيع والمستهلكين صح كده؟ طيب أو إلى شبكات التوزيع وبعد كده باخد من شبكات التوزيع للمستهلكين؟ إيه اللي بيميز خطوط النقل الهوائية؟ وعلشان أعمل خط نقل الهوائي هل أنا الشركة بتيجي تفكر إن هي بتعمل خط نقل الهوائي فتيجي دخلة على طول كده مأسسة الأبراج وتيجي حطة الأبراج في أي مكان أو تعمل أي مصار لخط النقل الهوائي؟ لا طبعا ده فيه أسس بنختار على أساسها خط النقل الهوائي المصار بتاعه هيمشي إزاي؟ تمام؟ تعالي نشوف كده مع بعض أول سؤال بيقول لي إيه؟ أول سؤال هنا بيقول لي أذكر مميزات الخطوط الهوائية مميزات الخطوط الهوائية رقم واحد رخيصة في تكليف الإنشاء تكلفتها قليلة عن الكابلات الأرضية رقم اتنين سهولة اكتشاف العطل بالعين المجردة رقم ثلاثة لا تعطل حركة المرور عند الإصلاح يعني ساعة ما بيحصل أي عطل مش زي الكابلات الأرضية هنحفر في الأرض لا ده بتطلع الفنيين بيطلعوا على الأبراج ويبدأوا يشتغلوا بعيد عن الطرق والكباري يعني ما بتعطلش أي طريق طيب ما هي الأسس التي يتم بها اختيار طبيعة مصار خط النقل الهوائي؟ طيب رقم واحد اختيار أقصر طريق أقصر مسافة الخط النقل هيمشيها لازم لازم علشان يوفر معي في التكلفة اتنين تفادي الكباري ومناطق المستنقعات والملحات رقم ثلاثة أن يكون مصار موازي للطرق ويبعد عنه 30 متر تقريبا رقم أربعة عند المروب أراضي الزراعية ودي نقطة مهمة قوي يجب أن يكون الخط في مصار يعني مصار يسبب أقل الخسائر ما نمشيش في الرقعة الزراعية كتير بخط النقل بحيث أن احنا كل خط نقل بياخد مسافة تحته قاعدة كبيرة لتثبيته وقاعدة لتقريده فبتبقى بياخد مسافة بيهدى رقعة زراعية كبيرة رقم خمسة تفادي التوازي مع أو التقاطع مع خطوط التليفونات لأن ده بيسبب شرشرة على التليفونات واللاسلكي والراديو والحاجات دي أذكر أنواع الأبراج من حيث الوظيفة هنا لو لما تكلمنا عن أنواع الأبراج تكلمنا وقلنا أن أنا عندي أنواع الأبراج ممكن ينقاسم من حيث الوظيفة أو الاستخدام وممكن أنواع الأبراج من حيث مادة الصنع بتاعتها أو مصنوعة من إيه أنواع الأبراج عندي من حيث الوظيفة رقم واحد أبراج التعليق رقم اثنين أبراج الزاوية وعندي أبراج شد وأبراج نهاية وأبراج العبور وأبراج تغير الأوجه وده السؤال لما يقولك أذكر فأنت بتقول 1 2 3 زي ما قلنا تمام زي ما تعلمنا حتى في الشرح اللي كنا بنشرحه في حلقاتنا السابقة كنا بنوضح النقط دي طيب بعد كده أنواع الأعمدة من حيث المادة المصنوع منها هنا كان بيكلمني عن الأبراج وهنا كان بيكلمني أو بيكلمني هنا عن الأعمدة بقى والأعمدة دي كلنا احنا بنشوفها في الشوارع في مناطق كده بيبقى التوصيل الطاقة الكهربية فيها أو الطاقة الكهربية بيبقى من خلال أعمدة في الشوارع تمام عكس المدن الجديدة كلها كابلات أرضية فهنا أنواع الأعمدة عندي أعمدة خشبية وأعمدة خرصانية وأعمدة حديدية تمام طيب مميزات وعيوب كل واحدة أو كل نوع من دول أذكر مميزات وعيوب الأعمدة الخشبية الأعمدة الخشبية دي طبعا متوفرة مش في كل البلدان يعني هي ممكن تبقى في دولة أو مثلا في جمهورية مصر العربية زينا كده ما عندناش الأعمدة الخشبية دي بكسر ليه لأن إحنا ما عندناش الغابات اللي بيكسر فيها الأشجار المستخدمة في الأعمدة لأنه بيشترط أن الأشجار دي تكون مستقيمة وطويلة فما عندناش إحنا الغابات دي مميزات الأعمدة الخشبية إيه؟ رقم واحد رخيصة السمن في البلاد حددنا هنا في البلاد التي بها غابات سهولة ورخص تركيب أجزاءها أو أجزاء عليها عازلة إلى حد ما تكاليف نقلها بسيطة طيب كلمة عازلة إلى حد ما يا مستر دي أنت بتقول لي خشبية حضرتك بتقول لي أنها أعمدة خشبية يعني لازم تكون عازلة أقول لك ما لو تشبعت بالمية تمام؟ مش هتبقى عازلة بشكل كبير وعلشان كده هنقول سؤال على القدام أو في الشريحة اللي جاية حيرجعنا للنقطة دي ونركز فيه قوي عيوب الأعمدة الخشبية إيه؟ عرضة للتلف ارتفاع تمنها في بعض البلاد ومنها زي ما قلنا جمهورية مصر العربية إحنا ما عندناش الغابات اللي بيكسر فيها الأشجار اللي تصلح للأعمدة الخشبية عندي هنا مشكلة تانية أو عيب تاني داخل الخشب عيوب يصعب اكتشافها إحنا بنشوف في ألواح الخشب كده فيه دوائر بتبقى سودة في ألواح الخشب دي بتبقى عيوب داخلية في الخشب يصعب أن انت تكتشفها من بره الشجر أو العمود طيب بعد كده أذكر مميزات وعيوب الأعمدة الحديدية برضو الأعمدة الحديدية لها مميزات وعيوب تمام رقم واحد تعيش مدة طويلة تتحمل القوة الميكانيكية والقوة الميكانيكية هنا أصد بيها أنه الاهتزازات اللي بتحصل للأعمدة تقل الموصلات على الأعمدة الرياح تمام كده دي كلها بتسبب قوة شد ميكانيكية وقوة إجهاد للعمود عندي بعد كده العيوب غلاء سمنها وارتفاع تكاليف تركبها رقم اتنين ارتفاع تكاليف الصيانة نظرا لدهانها من وقت لآخر الأعمدة الحديدية بتحتاج أنها تدهن من وقت لآخر بمادة الأطران أو السلقون لأنها علشان عملية التآكل والصدق نحميها من عمليات التآكل والصدق طيب أذكر مميزات وعيوب الأعمدة الخرصانية طبعا الأعمدة الخرصانية في أي دولة هتقدر تعملها الخمات اللي موجودة في الدولة رمل وأسمنت وحديد وزلط يعني الكلام ده كله موجود في أي دولة يبقى رقم واحد تعيش مدة طويلة جدا اتنين لا تحتاج إلى الصيانة تلاتة يمكن صنعها بسهولة رخيصة السمن لتوفر خماتها عندي بعد كده الانتفاع بخمات أو الخمات واستخدام العمال الوطنيين عيوبها تتعرض للكسر سقيلة الوزن يصعب نقلها من مكان لآخر زيادة تكاليف النقل وهنا مشكلة في الأعمدة الخرصانية إن هي لازم تصنع بجوار منطقة تركبها علشان إيه؟ ما نعودش ننقل فيها وتتكسر طيب علل السؤال اللي احنا كنا بنقول عليه بقى في الأعمدة الخشبية ليه إن هي مش عزلة إلى حد ما في الأعمدة الخشبية تقطع قمة العمود بميل بشكل مدبب أو مخروطي أو شطف ليه بقى لعدم تراكم أو حتى لا ينفز ماء المطر من أعلى إلى داخل العمود قمة العمود من فوق ما ينفعش المية بتاعت المطر تتراكم عليها لأنها هتتخلل أو الخشب نفسه حيشرب المية دي فبالتالي حيبقى موصل بشكل ما إلى الطيار طيب سلك الأرضي وفائدته سلك الأرضي هنا هو موصل كهرابي يصنع من الصلب المجلف المجلفن ويوجد أعلى قمة البرج عرف سلك الأرضي وما هي فائدته فائدته إيه؟ رقم واحد تقسيم كمية الشحنات في أسعيقة على عدد الأبراج اتنين بيعمل على سرعة تفريغ السواعق إلى الأرض طيب السؤال تاني عرف الترخيم وما هي العوامل التي تؤثر في مقدار الترخيم وده الجزء الخاص به الموصلات والميل اللي فيه الترخيم أو ميل الموصلات وكنا عملنا عليه مثالين وهنشوف مثالين كمان عليه ايه هو الترخيم الترخيم وانت ماشي جنب خط النقل كده بتلاقي أنه الموصلات مش مشدودة بخط مستقيم بين البرجين أو بين العمودين أمال ايه؟ ده احنا بنلاقيهم يا مستر بميل كده برافو عليك هو ده الميل اللي احنا تكلمنا عليه أو هو ده الترخيم اللي احنا تكلمنا عليه يبقى الترخيم هو الميل أو المسافة ما بين أسفل نقطة في منحنى السلك ونقطة تعليق السلك في حبل العوازي تمام؟ طيب نشوف كده مع بعض الترخيم ايه هو؟ هو المسافة بين المستقيم الواصل بين العوازل التي تحمل السلك وأسفل نقطة على منحنى السلك طيب تمام؟ العوامل اللي بتأثر عليه ايه بقى؟ العوامل اللي بتأثر عليه المسافة بين البرجين ودرجة الحرارة ووزن السلك أو الموصل والعوامل البيئية هل المنطقة دي فيها سلوج في تلجب ينزل هيترقم على الموصل فهيديله تقل أكتر من تقله الشد في الموصلات تمام؟ دي العوامل اللي بتوقف عليها قيمة الترخيم وتعريف الترخيم تعالوا نشوف مثال بيقول لي هنا احنا اتعودنا المرة اللي فاتت أو في الحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها عن الترخيم قلنا المثال طلع بياناتك عليها جزء من الضرجة القوانين عليها جزء من الضرجة الناتج النهائي عليه جزء من الضرجة تمام؟ كده؟ يبقى أنت مطلوب منك أنك تقرأ مسألتك كويس طلع بياناتك اكتب القانون ما تستعجلش حل المسألة مظبوط الناتج النهائي اشتغل على الآلة ما تشتغلش أنه هو عملية تقربية كده لا كله يشتغل شغل مظبوط لأنه انت فعال بأي درجة انت محتاجها تمام؟ نشوف المثال بتاعنا بيقول ايه تعالوا نشوف مع بعض رقم واحد أو المثال بيقول خط هوائي المسافة بين البرجين خلاص يبقى أنا عرفت أنهما برجين تمام؟ مية وستين متر ووزن الموصل خمسة وسبعين من مية كيلو جرام للمتر أو لكل متر والشد في الموصل ستمائة كيلو جرام فإذا كانت نقطتين التعليق اللي هما نقطتين التثبيت اللي هما في العوازل افتكر على نفس الارتفاع آه على نفس الارتفاع دي يا مستر يعني البرجين قد بعض برافو عليك انت كده فاكر ان فيه مثال هنحله أو فيه حالتين ان في حالة البرجين قد بعض أو برجين بواحد أطول من التاني على نفس الارتفاع 20 متر احسب الخلوص بين الموصل والأرض يا مستر انت ما قلت ليش احسب الترخيم هقولك قلنا الحلقة اللي فاتت أو في حلقة الترخيم انه لو طلب منك الخلوص انت لازم تجيب الترخيم علشان الخلوص بيساوي ارتفاع البرج ناقص قيمة الترخيم اللي انت طلعتها تمام؟ طلع بياناتك كده على جن اهو الال اللي هو 160 متر اللي هو المسافة بين البرجين وزن الموصل اسمه WC 75% كيلو جرام لكل متر والشد اللي هو T الشد في الموصل 600 كيلو جرام وكانت نقطات التعليق على نفس الارتفاع اللي هي الـ H 20 متر احسب الخلوص بين الموصل والأرض افتكر كده مع بعض القانون كان بيقول لي ايه؟ تمام واحد جميل بقى راح جاي هنا ورسم البرجين تمام؟ ورح رسم ايه؟ السلكة اهوة وقال لي ان دي المسافة اسمها الترخيم وهنا المسافة دي اسمها إيل ورح كاتب لي رسم لي الرسمة وكتب عليها العناصر برافو عليك دي نقطة زيادة يعني تشيل معاك في الدرجة تمام؟ طيب الترخيم كان بيساوي ايه؟ رمز الـ D ده احنا كنا بنقول عليه ايه؟ الله ينور عليكم الترخيم تمام؟ يبقى هنا الـ D تساوي WC فيه اللي تربيع على 8T تمام؟ طيب نعوض عن القانون الـ WC كان بـ 75% والـ L كانت 160 فهنا تربيع فيه على 8 فيه 600 الترخيم طلع معانا بـ 4 متر خلصناها على الآلة طلعت بـ 4 متر الخلوص الخلوص احنا قلنا انه هو المسافة بص على الرسمة كده المسافة بين اسفل نقطة في منحنة الترخيم او منحنة الموصل الى الارض دي اسمها الترخيم طيب نجيبها منين؟ واحد شاطر قال لي ما انا لو طرحت ارتفاع البرج ده ناقص الترخيم اللي انا جبته هيديني المسافة دي الله ينور عليك بص كده بقى الـ C تساوي H اللي هي ارتفاع البرج ناقص الـ D تمام؟ يبقى هنا العشرين اللي هي ارتفاع البرج ناقص أربعة مسافة الترخيم هتساوي معايا 16 متر يبقى كده جبنا الخلوص اللي هو 16 متر تعالا نشوف مثال تاني خط ناقل هوائي مسبت بين برجين ارتفاعهما 45 و 30 متر اه لاحظت حاجة؟ لاحظنا ايه؟ برافو عليك لاحظنا انه فيه واحد اطول من التاني يبقى هنا في حالة عدم تساوي البرجين والمسافة بينهما 300 متر فاذا كان وزن الموصل هو 1 كيلو جرام والشد فيه الموصل 2000 كيلو جرام احسب الخلوص بين الموصل والارض هو دايما بيقول الخلوص ايوه لان ده اخر حاجة انت ممكن تحسبها لان هتحسب الخلوص يبقى انت اكيد حسبة الترخيم بس المسألة دي فيها نقطة مهمة عايزين نركز عليها اوي هنا طلعنا البيانات بتاعتنا قلت له ان ارتفاع البرج التاني 45 والبرج الاول 30 والمسافة بينهم 300 والداب يسي له وزن الموصل 1 كيلو جرام لكل متر طيب القانون اول حاجة قلناها انا عاوز اجيب الفرق بين البرجين يبقى ال H هي الفرق ما بين H2 و H1 يبقى معناها ايه معناها ان 45 ناقص 30 هتديني 15 متر الفرق بين البرجين تمام طيب القانون ده بيقول لي ايه ال X ال X دي علشان اجيب اسفل او المسافة بين اسفل نقطة في الموصل حتى البرج الاصغر تمام او الى اقرب برج ليها ال X تساوي L اللي هي طول او المسافة بين البرجين على اتنين ناقص T في H على WC في L عوض عن القانون بتاعك هتطلع المسافة معاك بخمسين متر تمام طيب هنا نقطة فاكرين لما قلنا الملحوظة دي انه في حالة ال X اكبر من الصفر فان الترخيم يحسب من جهة البرج الاصغر اه طب حضرتك قلتنا في حالة تانية لو اقل من الصفر تمام لو اقل من الصفر او التساوي فكان بيبقى اسفل نقطة في الترخيم او قيمة الترخيم تساوي طول البرج الاصغر ودي حاجة مهمة ممكن تجيلك صحة وغلط كمان هنا نجي نجيب الترخيم بتاعنا ال D1 تساوي WC في X تربيع هنا ما قلناش L بقى هنا بنتكلم من ناحية البرج الاصغر فX تربيع على 2 في T عوضنا عن قانون الترخيم هنا وقلنا ان الترخيم طلع معايا ب625 من ألف متر تمام الخلوص بيساوي ايه H1 ناقص D1 يبقى عندي 30 ناقص 625 من ألف اداني الرقم 29 375 من ألف متر ودي مسافة الخلوص بين أسفل نقطة في الموصل حتى الأرض وتلاحظ ان نسبة الترخيم او قيمة الترخيم مش بعيدة قوي علشان بتقرب انها تكون من ارتفاع البرج الاصغر تمام طيب سؤال تاني بيقول لي عرف كل من اقفزة التعليق واقفزة الشد منعات التسلق منعات الاهتزاز دي عناصر العناصر اللي احنا بنitكلم عليها دي عناصر أو مكونات بيحتاجها خط النقل بحيث ان هو في حاجات منها بتمنع الاهتزاز في حاجات منها بتمنع التسلق ان اي حد يطلع البرج في كمان اقفزة التعليق اللي هي بتبقى بنعلق منها الموصل مع العوازل في حاجات اقفزة الشد اللي هي بتستخدم برضو في شد الموصل في حالة انه الترخيم زاد قوي بسبب درجة الحرارة الموصلة تمدد أو سلوج والطيور اللي بتقف على الموصلات عملت زيادة فيها فبنحتاج ايه نشدها تعال نشوف كده مع بعض التعريفات الخاصة بيها لان ده سؤال مهم برضو عرف كلا مني تمام اقفزة التعليق اقفزة التعليق عندي دي معناها او تعرفها تستخدم لربط الموصل حول العازل وبداية ونهاية الخط اقفزة الشد هي ايه تستخدم في شد الاسلاك لتركبها على العوازل وضبط مقدار الترخيم مانعت الاهتزاز دي برضو بتصنع من سقل من الحديد اللدن ويركب على السلك على مسافة من العوازل من حوالي ايه مسافة كده من 3 الى 4 متر مانعت التسلق تصنع من مصامير مدببة من الحديد المطاوع وتركب داخل وخرج الابراج على مسافة حوالي 3 ونص أسفل تحت أسفل او مستوى أسفل موصل اللي هو اول موصل من تحت ودي بتمنع تسلق اي حد لأبراج لمنع المحاولات التخريبية الوصلات الوصلات عندي دي فيه شرط مهمة اوي انه في الوصلات اللي هو ايه يجب ان تتحمل الوصلة قوة الشد الواقع عليها وان تقاوم العوامل الجوية المحيطة بها طيب الوصلات عندي خوصها ايه خوص الوصلات عندي انها تتحمل قوة الشد كمان بتكون مقاومة للعوامل الجوية وإنها تصنع من نفس معدن الموصل يعني الموصل لو من الألمونيوم يبقى هي من الألمونيوم طيب أنواعها إيه؟ عندي هنا وصلة البرشام وكمان وصلة الألوز وكمان وصلة الحز دي أنواع الوصلات طيب وإحنا مرة اللي فاتت قلنا الكل وصلة وقلنا بنوصلها إزاي وده مطلوب منك تعرفها هي بالمميزات بتاعتها تمام كده بس في حاجة مهمة إحنا عايزين نقول عليها هنا في الملحوزة دي بيقولك إيه؟ عند استخدام وصلة البرشام تكون الأفيشة والبرشام من الألمونيوم النقي السؤال ده ممكن يجي لك صحة وغلط أو الجملة دي ممكن تيجي صحة وغلط أو ممكن تيجي أكمل فلازم نبقى عارفينها أنه عند استخدام وصلة البرشام تكون الأفيشة والبرشام من الألمونيوم النقي وكمان عندي عند استخدام وصلة الألوز تكون الأفيشة فقط من الألمونيوم والمصمار الألوز يكون من الصلب المغطى بالزنك اللي وقعته من الصدق تمام كده؟ طيب لوحات الترقيم لوحات الترقيم دي حاجة أو لوحة معدنية بتثبت على أرجل الخط النقل ويبقى عليها كل بيانات خط النقل تاريخ إنشاء الخط الجهد اللي شايله الخط الخط ده شايل أو البرج ده شايل خط أو اتنين تمام كده؟ مسافة بين كل برج والتاني تعال نشوف كده بيبقى مكتوب إيه على اللوحة المعدنية اللي بتبقى على اللي هي اسمها لوحة الترقيم على برج النقل لوحات الترقيم هنا هي عبارة عن إيه؟ لوحة معدنية تركب على البرج نفسه ويكون الهدف من لوحات الترقيم هو معرفة الآتي رقم البرج بعد كده مقدار الترقيم جهد البرج وتاريخ الصيانة وتاريخ التفتيش وكمان رقم المنطقة طيب وظيفة العوازل والمواد المصنوع منها وأنواعها أنا عندي العوازل هنا وظيفتها إيه؟ حمل الموصل عن جسم البرج عزل الموصل عن جسم البرج طب المواد المستخدمة في صنع العوازل الخزف والزجاج طراز العوازل أو أنواع العوازل عندي هنا عازل مصمار وعازل عمود وعازل تعليق يبقى دسوهال شامل عن العوازل ممكن يجيلي فأعرف أجاوب عليه طيب هنا أنواع عوازل التعليق إيه؟ عندي نوع البرطولة والكرة عندي كمان نوع المطور مزدوج البرطولة نوع طويل الساق وكمان نوع العوازل الانفعالية تمام كده؟ طيب ظاهرة الكورونا ظاهرة الكورونا دي وكيفية التقليل منها يقولك عرف ظاهرة الكورونا وكيفية أو كيف يمكن التقليل منها ظاهرة الكورونا هي تقاين الهواء حول الموصل بسبب ارتفاع جهده وقرب الموصلات من بعضها طيب ظاهرة الكورونا دي بنشوفها إزاي؟ نقدر نشوفها نقدر نحس بيها رقم واحد ان هي بتبقى لها صوت عزيز مسموع تمام رقم اتنين بيبقى حدوث وهج لونه بنفسجي حول الموصل كمان بنشم رائحة لها لظاهرة الكورونا بيبقى لها توليد غاز الازون في الهواء الجوي المحيط بالموصل كيفية التقليل منها رقم واحد في التقليل منها بيقول لي هنا ايه رقم واحد زيادة اقطار الموصلات ان احنا نزود قطر الموصل فبالتالي هنقدر نقلل منها نوعا ما طب عايز اقلل تاني طريقة تانية زيادة المسافة بين الموصلات تمام كده يبقى دي ظاهرة الكورونا وكيفية التقليل منها عندي هنا مميزات وعيوبها مميزات وعيوب ظاهرة الكورونا عندي رقم واحد في المميزات تقليل الاجهادات الكهروستاتيكية من الموصلات تقليل تأثير الجهود والطيرات العابرة التي تتولد بسبب الزيادات المفاجأة عيوبها تقليل كفاءة الخط في نقل الطاقة الكهربية تأكل الموصلات نتيجة توليد غاز الأوزون يتسبب في التداخل مع دوائر الراديو والاتصالات بكده انتهت حلقتنا ورجعنا الباب الاول والتاني على موعد اخر ان شاء الله نقدر نراجع الباب التالت الخاص بالكابلات الارضية تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا